بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عليه السلام من لم ينسلخ عن هواجسه ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواتها ولم يهزم الشيطان ولم يدخل في كنف الله تعالى وأمان عصمته لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة فكلما أظهر أمرا يكون حجة عليه ولا ينتفع الناس به قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ويقال له يا خائن أتطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت عنه عنانك روي أن أبا ثعلبة الأسدي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وآمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أنك أمر العامة وصاحب الأمر بالمعروف يحتاج أن يكون عالما بالحلال والحرام فارغا من خاصة نفسه مما يأمرهم به وينهاهم عنه ناصحا للخلق رحيما لهم رفيقا بهم داعيا لهم باللطف وحسن البيان عارفا بتفاوت أخلاقهم لينزل كلا منزلته بصيرا بمكر النفس ومكايد الشيطان صابرا على ما يلحقه لا يكافئهم بها ولا يشكو منهم ولا يستعمل الحمية ولا يغتاض لنفسه مجردا نيته لله مستعينا به تعالى ومبتغيا لوجهه فإن خالفوه وجفوه صبر وإن وافقوه وقبلوا منه شكر مفوضا أمره إلى الله ناظرا إلى عيبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر